نضمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا عن استراتيجيتها الجديدة في عام 2023 وأهم الإنجازات في عام 2022 نقش الصالون عدة محاور أبرزها كيف استطاعت التنسيقية أن تكون منصة للحوار الجامع لكافة الطيرات والأحزاب السياسية والشباب السياسي والأكاديميين والمهتمين بالعمل العام وذلك بكل حيادية وشفافية حيث تتيح لهم طرح رؤاهم وأفكارهم بكل حرية وذلك لإثراء الحياة السياسية وطرح قضايا الوطن ومشكلات وهموم المواطنين استراتيجيت 22 كان فيها محاور هامة جدا بعض منها سياسي وبعض منها مجتمعي وإحنا أعلننا عن رصد لما حققناه خلال 2022 إحنا بدينا في 2022 بالعدالة الثقافية هي كانت مدرة مجتمعية لها محاور أربعة وهنتكلم عنها لزملاء أثناء عرض الصالون حققنا عدد كبير من مستهدفاتها بعضها الأدوات التشريعية وبعضها كانت بعض الزيارات وأوراق العمل والتوصيات التي كانت تتعلق بالموضوعات بدأنا المنتديات مع إطلاق الاستراتيجية في العام الماضي يعني إحنا شغالين على مدار العامل اللي فات كله الحقيقة أنتجنا عدد من المبادرات أكتر من 30 مبادرة شاركنا في عدد من مشروعات القوانين بس خليني أقولك الأول أن المنتديات دي عبارة عن مجموعات عمل متخصصة في موضوعات أو مجالات محددة عندنا منتدى السياسات العامة بيختص بيه موضوعات زي السحة والتعليم والزراعة والبيئة عندنا المنتدى الاقتصادي كل الموضوعات الخاصة بالاقتصاد والشركات الدولية والاستثمار عندنا منتدى حقوق الإنسان منتدى الثقافة والإبداع منتدى التكنولوجيا ومنتدى حقوق الإنسان كلها فيها مجموعات عمل دائمة نطمع في 2023 نحن نضخ برامج جديدة سواء برامج سياسية أو برامج اقتصادية بحكم الوضع الاقتصادي للدولة المصرية وكيف نبدأ نتناوله من خلال إبراز الرأي والرأي الآخر بحكم التنسئية منصة حوارية كان عندنا فترة من الانتشار وكان هذا الانتشار على نطاق واسع في بناء علاقات شبكة علاقات مع السفرات مع المنظمات الدولية العاملة في مصر مع الأحزاب والكينات النظيرة لنا في الخارج وغيرها من الأطراف المتعددة وللها أهمية بالغة بدأنا إلى خطوة أخرى متعلقة بالتأثير أننا دخلنا في حوار عميق مع هذه الأطراف في القدرة على التأثير والقدرة على بناء الرؤى إزاء الملفات المختلفة على مدار سنة 22-22 ستين صالون أو فعالية حوارية بأشكالها المختلفة إذا كانت حلقة نقاشية مئدة مستديرة أو صالون مزاع حضر معنا 220 ضيف متوسط 220 ضيف وقد يكون أكثر في أكتوبر اللي فات أعلنت التنسئية عن إطلاق عدد من الصالونات مرتبطة بالحوار الوطني عملنا 30 فعالية للحوار الوطني بمختلف محاوره السياسي والاجتماعي والاقتصادي مرتبطة بالحوار الوطني